اشتركوا في القناة خارج من الاتحاد الاوروبي بالاخص من دول العالم الثالث فاقوم بتلخيص هذا القانون بشكل مبسط الى ثلاثة اجزاء والجزء الاول وهو الشرط الاول ما هو الشرط الاساسي للحصول على تأشيرة الدخول الى المانيا من اجل الشغل سواء للشغل بشكل مباشر او للبحث عن عمل الشرط الاول وهو شرط الخبرة شرط الخبرة مهم جدا في هذا القانون وهو ان لا تقل خبرتك في مهنتك سنتين اذا كان اكثر من سنتين فهذا شيء ممتاز جدا هذا الشرط الاساسي نقطة ثانية وهي للناس او للفئة الذين يشتغلون في مجال الاي تي هؤلاء لديهم مميزات اخرى الميزة الاولى سيتم منحهم البلاوكارت او بمعنى البطاقة الزرقاء الاوروبية البطاقة الزرقاء الاوروبية لها تفاصيل كثيرة ومن ضمن هذه التفاصيل انه يكون راتبهم اكبر وانه يسقط عنهم شرط اللغة الالمانية ليش؟ لان هذا المجال هو مجال انجليزي يعني اكثر الناس اللي تشتغل فيه تكون باللغة الانجليزية الجزء الثاني من هذا القانون هو نظام هذا القانون كيف يتم العمل بهذا القانون القانون يتضمن نظام تجميع النقاط بمعنى انه كلما كان تجميع النقاط لديك اكثر كلما كان فرصة حصولك على التأشيرة او الفيزة الى المانيا اكبر والنقاط هذه عبارة عن تقريبا سبع نقاط او ست نقاط ساذكرها رقم واحد وهي الخبرة كما ذكرنا في السابق كلما كانت خبرتك اكثر من سنتين كلما كان فرصتك للحصول على الفيزة اكبر هذه رقم واحد رقم اثنين شهادة اللغة الالمانية كلما كان لغتك الالمانية افضل او شهادة لغتك الالمانية افضل مثلا بي وان او بي تو او سي اينس او سي وان كلما كان فرصة حصولك على التأشيرة اكبر رقم ثلاثة وهو نقطة الشهادة اذا كان عندك شهادة جامعية او شهادة في مجال المهنة وعندك بنفس الوقت لغة وعندك بنفس الوقت خبرة فهنا كمان فرصة حصولك على هذه التأشيرة اكبر رقم اربعة وهو اذا كان عندك علاقة بالمانيا اذا كان عندك علاقة مرتبطة بالمانيا مثلا عندك اقارب في المانيا عندك تواصل مع الناس بس لازم يكون عندك دليل عن هذا الموضوع او اذا دخلت مثلا المانيا من زمان او عندك زيارات في مؤتمرات او الى اخيرة فهذه اه تزيد من فرصة حصولك على التأشيرة اه رقم خمسة وهو فارق العمر صراحة العمر يلعب دور كبير في الحصول على هذه التأشيرة كلما كنت شابا يعني فوق العشرين سنة وعندك هذه المميزات اللي عندك هذه النقاط شهادة ولغة وخبرة فهذا يزيد من حصولك على الفيزة بشكل اسرع وبشكل افضل تقريبا هذه النقاط كلها بس في نقطة سادسة للناس الذين يأتون الى المانيا من اجل السياحة او الزيارة فهولا الناس لديهم الحق او لديهم فرصة للبحث عن عمل واستطيعوا ان يباشروا عملهم وهم موجودون في المانيا فيزة السياحة او فيزة الزيارة مثلا في السابق كان اذا واحد جاء المانيا ولقى الشغل مثلا ما ينفع انه يشتغل ديريكت يعني انه يبقى في المانيا ويشتغل فهذا كان ممنوع كان لازم يرجع على بلاده من اجل الحصول على فيزة عمل من جديد يعني معاملة كانت معقدة لكن الان اذا انت اتيت الى المانيا والده السياحة والده السياحة الجزء الاخير من هذا القانون وهو امتيازات هذا القانون هناك ثلاث امتيازات في هذا القانون رقم واحد وهو عندما تقدم على التأشيرة وتم الموافقة عليها تحصل على تأشيرة لمدة سنة بحيث انك تأتي الى المانيا اما تبحث عن الشغل خلال هذه السنة او تكون اريدي عندك شغل تأتي الى الشغل مباشرة ولكن اذا اتيت للبحث عن الشغل في هذه السنة فيجب ان تتحمل مصارف السكن ومصارف الاكل والشرب ومصارف التأمين الصحي وهذه ليس رخيصة في المانيا يعني لازم واحد يعمل حسابه في هذا الموضوع رقم اثنين تسهيل لم الشمل اذا كنت حاصل على هذه الفيزة اذا كنت حاصل على هذه الفيزة فلما الشمل لديك بيكون اسهل بكثير يعني شرط اللغة بيسقط عنك رقم ثلاثة وهو ان تستطيع ان تستقطب او تحضر احد ابويك اما الاب او الام او الاب والام بشكل عام اصدقاء المشاهدين اتمنى ان اكون قد لخصوا هذا القانون بشكل مبسط اذا كان عندكم اي اسئلة او استفسارات عن هذا القانون او بشكل عام اقدر انا اجاوب عنها في التعليقات باذن الله بالنسبة للوظائف المطلوبة في المانيا بشكل عام وبشكل خاص المضمنة في هذا القانون سوف اناقشها ان شاء الله في فيديو اخر كل التوفيق ولا تنسوا دعمكم تحياتي